أحمد يسأل يقول إذا كانت الأم قد أعطت أحد الأولاد شيء يحبه دون الآخرين هل يلزمها أن تعطي الجميع أحمد بارك الله فيك إذا كان هذا يعني الشيء تعلم الأم بأن هذا الشيء يحبه فقط أحمد بقية الأولاد ما يحبونه ولو أعطتهم سيرمونه وكذا لا يلزم لا يلزم بشرط أن لا يعلموا عن هذا أما إذا كان لا أعطت أحمد أمام إخوانه لا بد أن تعطي الجميع لأن هذا سيحرك الراكد في النفس البشرية ويجعل عرق الحسد ينبض ويفسرون هذا تفسير مغلوط يقولون أمنا تحب أحمد أكثر من عندنا أنا أضرب مثال طبعا أكثر بالدليل أنه أعطته اللي يحبه ولذلك إذا كان بمشهد منهم تعطيهم جميعا اللي يحبونه أو تعوضهم مثلا أما إذا كان الوحدة فقط هذا الابن لا 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 داعي أن تعمم على الجميع المترجم للقناة